اهلا بكم في انجاز امني جديد نجحت الاجهزة الامنية في المملكة العربية السعودية من احباط مخطط ارهابي لزعزعة استقرارها واصرح مصدر مسؤول بان رئاسة امن الدولة بالمملكة تمكن من احباط مخطط ارهابي لتنظيم داعش الارهابي كان يستادف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض وفي بيان الحقيقة خرعنا رئاسة امن الدولة عن تمكنها من رصد انشطة استخباراتية لمجموعة من الاشخاص كانت تادف الى اثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية لصالح جهات خارجية ضد امن المملكة حيث تم القفض عليهم وتحيد خطرهم نتابع هذا البيان ونعود اليه صرح مصدر مسؤول بان رئاسة امن الدولة ومن خلال متابعتها للتهديدات الارهابية التي تستهدف امن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها تمكنت بفضل الله وفي عملية نوعية من اكتشاف واحباط مخطط ارهابي لتنظيم داعش الارهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض بعملية انتحارية باستخدام احزمة ناسفة حيث اصفرت نتائج العملية الامنية عن الات اولا القبض على الانتحاريين المكلفين بتنفيذها وهما كل من احمد ياسر الكلدي عمار علي محمد قبل بلوغهما المقر المستهدف وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الامن واتضح من التحقيقات الاولية بانهما من الجنسية اليمنية واسميهما يختلفان عما هو مدون باثباتات الهوية التي ضبطت بحوزاتهما كما القي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشاري لهما آنفة وما كان سيقدمان على ارتكابه وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الافصاح عن اسميهما في الوقت الراهن ثانيا ضبط حزامين ناسفين يزن كل واحد منهما سبعة كيلو جرامات بالاضافة الى تسع قنابل يدوية محلية الصنع واسلحة نارية وبيضاء ثالثا ضبط استراحة في حي الرمال في مدينة الرياض اتخذت كوكر للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء لحزمة ناسفة وعلى كيفية استخدامها وما تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها للإحاطة بكافة التفاصيل لهذا المخطط الارهابي وسوف يعلن بما يستجد في حينه والله الهادي الى سواء السبيل أهلا بكم مجددا متابعين الأكارم والترحيب موصول كذلك بضيوف هذه الحلقة معي هنا في الستوديو عضل الهيئة العلمية وكيل كلية العلوم الاجتماعية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور بارك الحوشاني أهلا بك أهلا بك ورئيس الدراسات المدنية في كلية الملك خالد العسكرية الدكتور نايف الوقع أهلا ومرحبا بك أهلا بك الله من المنامة الأستاذ بدر الحمادي والخبير الأمني والمحلل السياسي ومن دبي الدكتور حسن الصبيحي أستاذ الإعلام والاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات مرة ثانية أرحب بضيوف أجمل الترحيب والبداية مع ضيفي هنا في الستوديو دكتور نايف القفض على الإرهابيين يعني إنجاز أمني وعملية استباقية لرئاسة من الدولة ماذا يعني ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى حمى هذه البلاد وجعلها وطنا آمنا مستقرا مزدهرا أغاض به الأعداء ووفق ولاة أمره أمد الله بأعمارهم على الخير والطاعة لأن يوفروا السبل كافة للأجهزة الأمنية لتكون الأجهزة الرائدة على مستوى العالم أجمع وذات السبق الذي لا يدانيه سبق ولا يقترب منه إنجاز في التعامل مع هذه الفتنة فتنة العصر وهي فتنة الإرهاب المقيتة وبالتالي نبارك لجهاز أمن الدولة وهذه العملية الأولى تقريبا له بعد إنشاءه وبعد تكليفه بمهام الدفاع عن أمن البلد وعن أمنها الوطني والقومي وحقيقة أن هذا البيان يجب أن نتوقف أمامه كثيرا جميل من ناحية سرعة الإعلام وهذا يدل على أن هذا الجهاز منذ البداية نشأ على الشفافية على التواصل مع المواطنين على ثقته بالمواطنين على التعامل مع المواطنين بما يستحقونه من رقي ومن ما وصلوا إليه من علم وإدراك أن المستهدف ليس مكون واحد من مكونات الدولة وإنما المستهدف هو الدولة بمجموعها شعب وأرض وسكان قيادة وقوات مسلحة وأمن عام واستخبارات وحرص وطني الكل مستهدف في هذه البلاد ولذلك نحن في مرحلها الآن تمايز الحق فيها عن الباطل ولا مجال للمهادنة أو للحياد المحايد في هذه المعركة هو عدو وبالتالي نقول أننا في معركة مصيرية هذه المعركة للأسف اليومين الماضية تكونت من ثلاث محاور أو من ثلاث اتجاهات انطلقت من ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول هناك دعوات مشبوهة لمحاولة اختطاف الفكر الجمعي للشعب السعودي وقد تكررت هذه الدعوات من خارج المملكة من عملاء مأجورين ولكنها فشلت وستفشل كل الدعوات في هذا السبيل النقطة الثانية هي الخلية الاستخبارات وهذا يجب أن نتوقف أمامها طويلا هذه الخلية غير مسبوقة في تاريخ المملكة صحيح وبالتالي يجب أن نتوقف لأن هذه الخلية لها سمات خاصة ولها أهداف خاصة ولها أعضاء خاصين لم يسبق أن قبض على مجموعة من أعضاء كهذه الخلية الاستهداف الثالث هو خلية الخلية الإرهابية التي أرادت أن تستهدف منشأتين تابعتين لوزارة الدفاع الوطن مستهدف الأمن مستهدف الكل مستهدف يجب أن نتكاتف لحمة واحدة وصفا واحد للدفاع عن كياننا وعن أبنائنا وعن مستقبلنا أيضا دكتور نايف يدل تلالة واضحة هذه العمليات السباقية أن الأجهزة الأمنية في كامل استعدادها وعلى أهبة الاستعداد والجاهزية لأي عمل تخريب إرهابي ولله الحمد والمن يدل أيضا على أن المواطن ملتف حول قيادته وأن هناك حس وطني مرتفع جدا عند المواطنين بأهمية الأمن والأمان في بلد الحرمين الشريفين أنت غيرك دكتور بركة إنجاز أمني دكتور بركة فيما تعلق بالقفض على هؤلاء الإرهابيين أحياء برأيك المعلومات التي ممكن أن نستفيد أو يستفيد منها جهزة الأمن هنا في المنكة عربية السعودية من القفض على الإرهابيين أحياء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبارك لهذا الوطن هذا الإنجاز والحقيقة أن الدكتور نايف تحدث عن الموضوع بشكل شامل وكامل ولكن عندما توفق أجهزة الأمن بالضربات الاستباقية وهي نادرة ما تنجح في دول العالم كثيرا من هذه المهام فهذا أولا لتوفيق الله سبحانه وتعالى لأبناء هذا الوطن وثانيا يجب أن نفخر برجال أمننا ورجال الأمن يعني على مستوى عالي من التأهيل والتدريب بالإضافة إلى أن الأمن الدولة أصبح يولي لإعلام اهتمام وشفافية للوقوف على حقيقة ما يجري أولا وثانيا لتوضيح هذا الهجوم الذي يستهدف المملكة للمواطنين بأنه البلد مستهدف وأن الكثير من الدول القريبة والبعيدة تستهدف أمن المملكة وأنه على المواطن أن يعي ويتخذ الإجراءات اللازمة للالتفاف حول الوطن وبالإضافة إلى أن أجهزة الدولة وخصوصا أمن الدولة لا تستغني عن تعاون المواطن في خدمة الأمن لأن المواطن يصل إلى هذه المعلومات قبل المؤسسة الأمنية وقبل أجهزة الأمن ويحتاج الأمن إلى مساعدة وتعاون المواطن في خدمة أمن البلد الذي لا يخص مؤسسة بعينها ولا جهاز بعينه وإنما هو أمن لجميع المواطنين وحب أن نوظيف بأن العقيدة مستهدفة حتى عقيدتنا مستهدفة بالإضافة إلى ما تم ذكره من قبل الدكتور نايف الوطن والمواطن والدولة والأرض والشعب بالإضافة إلى العقيدة فنحن مستهدفون ولكن الله لطف وقدر ولطف والحمد لله رب العالمين هذه العمليات الاستباقية دكتور نايف والقفض على خلايا داعش قبل تنفيذ أي عمل إرهابي هل يدل على أن داعش ضعيفة في أيامها الأخيرة حتى أنها تستقطب لتنفيذ أعمال إرهابية أشخاص ضعافاء حقيقة داعش هي فزاعة والواضح لنا جميعا والمراقب الذي يدقق أن صناعة داعش تمت من أطراف دولية وما يرعى داعش هي أجهزة استخبارات داعش تقريبا في الميدان قضي عليها في سوريا في العراق قضي عليها تقريبا لم تبقى الآن محصورة إلا في منطقة صغيرة في شرق سوريا وبالتالي سيقضى عليها خلال أيام الواضح لنا أن المملكة العربية السعودية سترحل لن يقضح نتكلم عن الآن المسمى وأنها قد تخرج بمسمى آخر في مكان آخر والإرهاب داع عالم بالتأكيد لكن أنا أريد أن أذكر أنه رغم احتضار داعش وحاجتها للفرد وللطلقة وهي تحتضر الآن في العراق وسوريا تحرص على تنفيذ أعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية إذن القضية ليست قضية تحقيق مكاسب لداعش مكاسب ميدانية لو أرادت مكاسب ميدانية كان دافعت عن الموصل كان دافعت عن تلعفر كان دافعت عن الرقة كان دافعت عن دير الزور ولكنها لخدمتها لأجندات دولية ونحن نعرف من خلف داعش حقيقة الآن لم يعد خافي من وراء داعش ومن يتعامل ومن يدعم الإرهاب واضح أن الهدف هو المملكة العربية السعودية وبأي طريقة وبأي وسيلة لمحاولة إحراز ولو نصر وهمي أو عملية نوعية يريدونها لرفع معنويات دول وليس منظمات داعش الإرهابية هناك دول ترعى هذا وهناك أجهزة استخبارات إقليمية ترعى هذا وستكشف لنا الأيام والكشف سيكون قريب حقيقة الآن تضحت الصورة واكتملت الرؤية وستظهر لك التحقيقات أن من يقف وراء داعش هي أجهزة استخبارات للأسف الإقليمية وقريبة منها جدا وبالتالي هذا ينبئني أنه داعش هو مطية داعش هو وسيلة أو اسلوب لتخفي أجهزة استخبارات خلف هذه الفزاعة الإرهابية إذن هناك دول إقليمية ربما لها تدخل مباشر في عمليات داعش الغرض منها استفادت هذه الدول سياسيا وعسكريا في دول أخرى ولا يوجد لديه أدنى شك في ذلك نعم دعني أوجه هذا السؤال إلى ضيفي هناك في المنامة الأستاذ بدر الحمادي البيان أشار إلى وقوف جهات خارجية وراء خلية أو الخلية الإرهابية الاستخباراتية برأيك من هي هذه الدول ومدى استفادتها من هذه الأعمال بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ الكريم ولضيوفه الكرام وكل المتابعين للأخبارية السعودية لو سمحت في فرصة بسيطة بخصوص هذا النجاح نعم هذا النجاح الأمني طبعا هو مجهود جبار لخبرة أمنية جدا متواصلة من الكشف الإرهاب وضرب الإرهاب فهذا النجاح في الحصول على أحياء من الإرهابيين كانوا مستعدين لتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة متفجرة شديدة الإنفجار هذا دليل وأحدى نقول الوسائل المهمة لأجهزة الأمن من أجل الوصول إلى من هم وراء هذا التخطيط الإرهابي فهذا النجاح يسجل بأحرف من النور في العمل الأمني لأن الذي يريد أن يقوم بعمليات انتحارية إرهابية وفي باطن ملابسه الحزمة ناسفة ويقبض عليه حياً فهذا هو كما نقول نوع من أنواع الجوائز الأمنية التي تستطيع من خلالها الأجهزة الأمنية الوصول إلى أبعد في مسألة التحقيق والوصول إلى الخيوط الإرهاب والمنظمات أما العودة إلى السؤال الذي طرحت فمن المؤكد أن المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها المخلص لقيادته ولدينه هو حريص على هذا الوطن وهذا الدين وهذا البلد الأمين فكل العمليات لو راجعنا إلى التاريخ نجد أن هناك أيدي خفية ودعم خارجي يأتي إلى هذه العناصر الأرهابية التي ربما تكون من المواطنين أو من غير المواطنين فهذه لا نريد أن نستبق التحقيقات ولكن نعطي إشارات واضحة واستنتاجات في رسم بياني أن هؤلاء ومن خلفهم هم دولة أجنبية لا تريد الأمن والاستغرار للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا تفضل استاذ نعم دكتور بركة لماذا وزارة الدفاع؟ يعني القاعدة كانت تسادف رجال الأمن ومقر وزارة الداخلية الأجانب في المملكة العربية السعودية داعش استادفت المساجد وكانت تريد إثارة الطائفية من المملكة العربية السعودية هذا البيان أشار إلى استهداف مقرين لوزارة الدفاع هل نربط بين هذا الشيء له استهداف وزارة الدفاع مع الحرب في اليمن خصوصا أنه المقبوض عليهم من اليمن نعم الحقيقة بأن وزارة الدفاع رمز من رمز الدولة وهي قوة البلد بالإضافة إلى أنها تخوض في الحد الجنوبي حرب مع الحوثيين الوكالة عن إيران وهذا يعني يفسر الارتباطات بين داعش وبين إيران وبين الحوثيين وكل هذه يربط بينها خيط يعني يوصل إلى أن داعش هي يعني مثل ما ذكر الأقنايف أنها حصان طروادة هي مجرد أنها يعني مثل العباءة التي يعني يضلل بها ونحن نخوض حرب إقليمية في الواقع قد تكون إيران وغيرها من الدول الأخرى المتحالفة مع إيران هي التي تقود الحرب الإرهاب ضد المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ولذلك نجد بأن استهداف وزارة الدفاع هو استهداف رمز من رمز المملكة الكبيرة بالإضافة إلى أنها يعني تريد أن تظهر بأنها موجودة وهي يعني لا زالت كأفكار موجودة عند كثير من أبناء الشعوب العربية وغير العربية ولكن نقول بأنه الهجوم الذي استهدف وزارة الدفاع وتم إبطاله هو في الواقع يعني وزارة الدفاع هي قلب القوة السعودية فإذا تم الوصول إليها فمعنى هذا أنها تستطيع أن تصل إلى أي مكان في المملكة العربية السعودية ولكن مثل ما ذكر زميلي من البحرين يقول بأنه النجاح على وصول إلى الخلايا قبل أن تنفذ عملياتها فهذا يدل على المعلومات التي تمتلكها أجهزة الأمن في المملكة وأنها على مستوى لا يقارع على مستوى العالم وهذا بفضل الله وقوته يعني مثل ما ذكرت بأنه في المقام الأول لتوفيق الله سبحانه وتعالى ولجهود أبناء هذا الوطن من مواطنين ومن رجال أمن فنقول بأنه هذا النجاح يجير ويعتبر شهادة لرجال أمننا البواسل أيضا دكتور نايف هذا النجاح وسبقه نجاح موسم حج هذا العام تأهل منتخب المنديال روسيا يعني نجاحات للوطن حقيقة يعني يدل على أن المملكة العربية السعودية عصية على أي إرهابي أو فكر إرهابي أو من أراد لنا سوءا وتخريبا يدل على أن المملكة العربية السعودية جاهزة لأي عملية كانت سواء إرهابية أو غيرها البلد ولأ الحمد في تماسك وتماسك عظيم وقوة ومنع أيضا وهذه ذلالات على أن المملكة العربية السعودية تسير في خطط واضحة نحو النجاح المملكة العربية السعودية حقيقة هي الدولة النموذج الفريد التي ليس لها مثيل في تاريخ العرب المعاصر أو حتى القديم الدولة السعودية هي الدولة الوحيدة التي قامت بثلاث مرات ثلاث أدوار وبالتالي هذا يؤكد أن هذه الدولة تمتلك عمق راسخ ومشروعية وشرعية وبالتالي نقول أن قوة المملكة العربية السعودية حقيقة ليست فقط في قوتها المادية أو الموقع الجغرافي أو المساحة وإنما قوتها تأتي من تحكيمها لكتاب الله وسنة نبيه ومن قيادتها الحكيمة التي تمت مبايعتها على الكتاب والسنة وتنهج بهذه الأمة نهج العدل ونهج الإسلام وبالتالي نقول أن قوة الدولة السعودية هي في مكونها الاجتماعي حقيقة هي في قوة الشعب في قوة اللحمة الوطنية أما ما عدا هذا في القوة المادية هي تحصيل حاصل كل ما كانت القيادة قوية في اعتمادها على الله سبحانه وتعالى أولا ثم على شعبها ثانيا نتجت هذه القوة المملكة العربية السعودية استطاعت الصمود الملك عبدالعزيز رحمه الله وحد هذه الجزيرة على ظهور الخيل وبالسيف والرمح واستطاع أن يؤسسها في عصر كان فيه تكالب للدول الكبرى في المنطقة وبالتالي يعني لدرجة أنه كانت أحيانا تصل إلى مرحلة ميزانية الدولة إلى الصفر أنه الملك عبدالعزيز كان في مراحل معينة هي أخذ سلف من التجار أو من أثرياء البلد وبعضهم يجهز الجيوش فكيف ونحن الآن بفضل الله ومنته وتوجيهات هذه القيادة الرشيدة والسديدة الآن ترتيبا الدولة الثامنة عشر على مستوى اقتصاد العالم هناك نمو هناك ازدهار هناك تطور غير مسبوق هناك يعني ازدهار علمي غير مسبوق بالتالي هذه الدولة أصبحت تثير الحاسدين تثير الحاقدين ولذلك لاحظ كلمة الملك حفظه الله في مؤتمر الحج عندما تكلم أمام الوفود قال أننا نشعر بآلام وأمال العالم الإسلامي وتمثل المملكة العربية السعودية قلب الأمة المسلمة هذا التكالب هو موجه للقلب يعرفون بدأوا بقصقصة الأمة من الأجنحة وللأسف هناك دول تهاوة مسرعة المملكة العربية السعودية هي قلب العالم الإسلامي هي قلب الأمة العربية التي حباه الله سبحانه وتعالى من قوة العزيمة وقوة الإرادة ما ليس له مثيل في عصرنا الحاضر ممتاز ضيفي من دبي الدكتور حسن صبيحي مرة ثانية أهلا بك برأيك هل هذا الإنجاز الأمني سيسهم في تعزيز صورة المملكة العربية السعودية كرأس حربة في مكافحة الإرهاب التصدي له دوليا خصوصا المملكة العربية السعودية كما تعلم ويعلم الجميع أنها تحارب خارج حدودها الإرهاب وخصوصا داعش اتضحت المسألة من فترة طويلة أن المملكة العربية السعودية نيحت كثيرا في تعقب الإرهاب وفي كشف أسراره ومواقعه ومكامنه وممولين له وهذا أعطى صورة عن المملكة العربية السعودية أنها ممكن الاتمئنان لها والتعامل معها على الأساس أنها دولة محورية في مكافحة الإرهاب تستطيع أن تصخر طاقاتها الأمنية وطاقاتها المعلوماتية وعلاقاتها أنا أعتذر منك دكتور حسن صبيحي الضهيف من الإمارات بما تعلق بتعزيز صورة المملكة العربية السعودية بعد هذا الإنجاز الأمني خصوصا دولية حقيقة وأقولها بلا فخر وبلا كبرياء وبلا غطرسة نحن لسنا بحاجة إلى تعزيز صورتنا الذهنية أو العملية في مكافحة الإرهاب لماذا؟ لأننا الدولة السباقة في ذلك العالم أصبح يقتدي بالمنهج السعودي في محاربة الإرهاب نحن أصبحنا مرجع العالم في مكافحة الإرهاب لم نعد نتقن فقط أو نحسن العمل بل أصبحنا نبتكر والدليل على هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما منحت ميدالية جورج تنت للمملكة العربية السعودية مبررات منح الميدالية أن المملكة العربية السعودية دولة لديها قواعد بيانات عن جميع الإرهابيين في العالم وليس فقط قاعدة بيانات وإنما دقيقة وصادقة وشاملة وسريعة الاستجابة واستضافت دول كثيرهم في مؤتمر الدولي للإرهاب سأصل له عفوا لمقاطع وبالتالي جربتنا دول العالم جربتنا لولايات المتحدة الأمريكية وأحبطنا عمليات إرهابية كانت عبر ثلاث دول المقصود فيها لولايات المتحدة شوحنت من مطار ثم ميناء ومتوجه لولايات المتحدة أحبطتها الاستخبارات السعودية والمباحث العامة السعودية أحبطنا عمليات إرهابية في قلب بريطانيا باعتراف رئيس الوزراء البريطاني السابق ورئيس الوزراء الحالية أحبطنا عمليات في فرنسا في بلجكا في ألمانيا وبالتالي استحقين ريادة العالم في مكافحة الإرهاب ولذلك جمع خادم الحرمين الشريفين بالقرب من مبنى التلفزيون السعودي الذي نتحدث منه خمسة وخمسين زعيم دولة لأول مرة بالتاريخ تعقد هذه القمم الثلاث قم سعودية أمريكية سعودية عربية سعودية إسلامية وبالتالي المملكة العربية السعودية ليست بحاجة الآن لتعزيز مكانتها في مكافحة الإرهاب لأنها هي المرجع الدولي الصادق النزيه في محاربة الإرهاب على مستوى العالم وأنت تنتمي إلى كلية نايف العربيين العلوم الأمنية دكتور بركة هذا التراكم المعرفي والرصيد من الخبرة في الأجهزة الأمنية في تعاملها مع الإرهاب من بعشرات السنين أليس دافعا قويا لأن تكون مملكة ربية السعودية مرجع للعالم بأسره فيما تعلق بمكافحة الإرهاب لا شك بأن المملكة لها جهود تذكر فتشكر وهي جهود متراكمة بطبيعة الحال بالإضافة إلى أنها تحارب الإرهاب عن عقيدة بالإضافة إلى أنها متهمة وهي سبقا تم اتهامها بأنها تقف خلف الإرهاب وهذا يعني جعل عليها مسؤولية كبيرة جدا في أنها تبرر للعالم وتثبت للعالم بأن الإرهاب ليست دولة ترعى الإرهاب ولا تعنى بالإرهاب وإنما تحارب وتكافح الإرهاب وأول من تضرر من الإرهاب هي المملكة العربية السعودية ولازلنا إلى في بيان الأمن الذي يصله اليوم بصدد مناقشته في عمليات إرهابية تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ولا شك بأن البيانات التي صدرت البيانين التي صدرت أمس من أمن الدولة توضح مستوى الأمن أو مستوى المؤسسة العمنية واحترافيتها في عرض الصورة كما هي بوضوح للعالم أجمع ومنها شعب المملكة العربية السعودية فبالتالي هذه تعتبر جزء من الاحترافية وإعطاء حق المعرفة للمواطن بأن يعرف أن أجهزة الأمن لا تعمل في الخفاء وإنما هي تعمل بشفافية وبوضوح وبالإضافة إلى أنها تناشد المواطنين اليقظة والوعي نعم ضيفي في المنامة الأستاذ بدر محمدي وجود خلايا استخباراتية في المملكة العربية السعودية برأيك يعني ما هو هدفها طبعا الهدف الأول والأساسي وهو غير مشروع وهو محاولة بكل الطرق الغير مشروعة والوسائل غير مشروعة ونقول حتى الطرق العالمية التي تشاع في السوشال ميديا كلها تريد النيل من الشرعية الحاكمة في المملكة العربية السعودية وهذا الشعب العربي الذي دائما وأبدا يسعى إلى الخير والسلام من انطلاقا من الدين الإسلامي ولكن لدي تعليق أمني في موضوع لماذا تريد هذه المجامع والخلايا الإرهابية في استهداف المنشآت العسكرية فمن خلال هذا النقاط سوف نصل إلى كذلك إلى لماذا أن فشل الإرهاب في استهداف المنشآت العسكرية يعطيه لعدة مؤشرات وهذه المؤشرات أمنية وكلها إيجابية خاصة بالنسبة للشعب السعودي والمملكة الأبياسي أول شيء انتصار السعودية أمني هناك انتصار أمني على الحرب وهو الحرب على الإرهاب ثانيا هناك انتصار عسكري للسعودية وهو الموجود في اليمن فهؤلاء مهما كانت وجهتهم أو مصدرهم أو يتبعون فهناك حرب شرعية دائرة من أجل عادة الشرعية في اليمن فلبتهم هذه النتائج الانتصار كما نقول لقوة المملكة العبية السعودية الأمنية والعسكرية في كل الميادين ثانيا هناك كما نقول نجاح الاستراتيجية الرسمية في مسألة أمن وسلامة السعودية شعبا ووطنا وكما نقول إنجازا هناك شريك أصيل سوف أعود إليك لاحقا ضيفي من المرامة تدر منك بدر الحمادي لحظات مع هذا الفاصل المتابعنا ثم نعود إليك حياكم الله مجددا متابعي مع الحدث وأعود إلى ضيفي في المنامة الأستاذ بدر الحمادي وكنت قد سألت الأستاذ بدر عن هذه الخلايا الاستخباراتية وجودها في ممكة العبية السعودية تسعى إلى ماذا وما هو هدفها أكمل الأستاذ بدر أستاذ بدر أعود إلى ضيوفي وبدون هناك مشكلة في الاتصام عن أستاذ بدر الحمادي في المنامة ومع الدكتور نايف الوعي والحس الوطني لدى المواطنين كيف تصف وتقيم طبعا إذا سمحت لي أريد فقط أن أتكلم عن خلية الاستخبارات التي كشفت أخيرا حقيقة هذه الخلية تختلف عن أي خلية تجسس استخباراتي على المملكة العربية السعودية لماذا؟ لأن الخلايا الاستخباراتية السابقة وخلايا التجسس السابقة قبض على عدد كبير منها وأحد الخلايا تجاوز عدد أعضاء هذه الخلية الأربعين شخص كانت مهمتها هي جمع معلومات أمنية وعسكرية حساسة ونقلها إلى الدولة المعادية ولكن هذه الخلية بالذات لم تكلف فقط بجمع معلومات وإنما كلفت بمهام عملية بحيث أن هذه الخلية ذاتها تقوم بالتنفيذ وكأن الخلايا السابقة مهدت لهذه الخلية بحيث أنها تقوم هي بإثارة الفتنة إثارة القلاقل محاولة تفتيت اللحمة الوطنية لتحقيق مكاسب على الأرض وبالتالي للأسف الشديد أن خرط في هذه الخلية وجوه إعلامية معروفة لها نشاط اجتماعي كبير دعاء أشخاص كانوا يتلبسون بوسطية الدين وللأسف أنهم صادروا سماحة الإسلام وأنهم اتخذوا الإسلام للأسف الشديد وسيلة لأن يصلوا إلى هذه الغاية أما بالنسبة إلى وعي الشعب السعودي حقيقة أن الشعب السعودي ضرب أروع الأمثلة في أوقات الشدة والعسر وأوقات الرخاء ورغد العيش وبالتالي الشعب السعودي شعب عقيدة وشعب مبادئ وشعب قيم لا يساوم على مقدراتها الوطنية ومكتسباته وولي أمره لماذا؟ لأنه هناك ارتباط ولحمة بين الأسرة المالكة وبين الشعب السعودي وبين أرض هذه الجزيرة الناس عاشت بها كما يقولون على الحلوة والمرة أيام العطش والجوع فكيف الآن نفرط بهذه المنجزات النقطة الرئيسية التي تثبت ما نقول أحيانا الكلام بدون إثباتات أو بدون مستندات يصل إلى التنظير نقول أنه الأجهزة الأمنية بكثير من تصريحاتها أو بياناتها الأمنية تعزو أكثر من 70% أو 75% من إحباط العمليات الإرهابية إلى المواطن الأمر الثاني أنه لاحظوا تويتر الآن عندما أعلن أنه فيه دعاة قبض عليهم لاحظوا أي الناس لم يندفعوا لم ينساقوا إلا أمن الوطن إلا أمن الوطن وأصبحوا يتفهمون أنه قد تأتي شخصيات عميلة تقوم بأدوار مزدوجة في السابق ما كان الناس متنبهين ما كان متنبهين لو قبض على شخصية عامة أو شخصية ذات توجه فكري معين ربما أحدث شيئا عند الناس الجهلة الذين لا يعرفون خواف الأمور لكن الشعب السعودي أصبح أكثر إدراكا وأكثر وعيا من بعض المتعلمين والذين يدعون الثقافة أصبح يميز بين الغث والسمين بين العدو والصديق حتى ولو لبس العدو ألف قنام فالشعب السعودي أصبح لوعي أصبح يعرف أن هذه الحرب حرب مصير حرب عقيدة حرب ابتلاء حرب تمحيص وبالتالي نجد أن الشعب السعودي اصطف خلف قيادته كثير من الدعوات ذهبت أدراج الرياح ولم يلقي لها الشعب السعودي بالا بل زاد لحمة وتمسكا بقيادته وقيادته زادت رحمة وتفاعلا مع مطالبه ومع احتياجاته وبالتالي نحن لا نبرر أفعالنا للعالم نحن العالم الآن أصبح حتى الأعمال التي يعني يرى أنها خصوصية سعودية في السابق كان ينابذنا فيها أو ينابذنا فيها الآن أصبح يحترم هذه الخصوصية وأصبح يتعامل معها على أنها مكون صحيح من مكونات الدولة صحيح وبالتالي نقول أن الشعب السعودي هو مضرب المثل في أيام الرخاء وأيام الشدة وحبه لوطني بالتأكيد على سبيل المثال الحصر في موسم الحج هناك الآلاف من الشباب تقدم للعمل التطوعي في مختلف الجهات الحكومية مقدمة خدماتها في الحج هذا مثل وحيد صحيح وفتيات نعم والأمثلة كثيرة فيما يتعلق بوقوف المواطن السعودي مع دولته لعلي أنتقل إلى ضيفي في الإمارات الدكتور حسن صبيحي استداف قلب العالم الإسلامي من المملكة العربية السعودية برأيك ماذا يدل عليه هذا العمل الإجرامي الاستخباراتي والإرهابي من قبل داعش يدل على أن المملكة العربية السعودية هي القوى الحقيقية التي ممكن أن تنقض هذه المؤامرة هذا باختصار كذا يعني بجملة واحدة لكن هناك طبعا تفاصيل كثيرة الحقيقة أنه لاحظنا نحن طوال فترة المواجهات بين قوى الخير وبين قوى الشر أنه كل ما زادت محاولات اللي هي المهدمين هذول الذين يعملون على تعديم الاستقرار والأمن في أوطاننا كل ما زادت زادت تحدي من قبل قوى الخير نحن نلاحظ أنه تجربة المملكة العربية السعودية في مقاومة الإرهاب تجربة الالتفاف دول الخليج حول المملكة والتفاف الدول العربية أيضا حولها أدى إلى أن ترتفع اللي هي نبرة التحدي والنجاح والتفوق واستباق دائما للإيش القوى الشرينة من أن تقوم بعملياتها التقريبية يعني الآن المملكة تبدو للعالم أو طبعا للإيش للمنطقة وللعالم أنها اكتسبت خبرة عالية جدا في عملية اللي هي استباق الإرهاب وإيش الوصول إلى مجاميعه اللي هي المزروعة في الداخل ومجاميعه اللي يتمول من الخارج وأصبحت المملكة الآن مرجعية لكثير من الدول حتى الدول الكبرى حتى استخبارات الدول الكبرى الآن تحتمد على المملكة ونحن بطبيعة الحال لا نقوم بعملية بروباقندا للمملكة لأنها لا تحتاج لنا يعني لكن نحن نقول نضع الحقائق في نصابها الصحيح أن المملكة الآن يعني مصدر للأمن والأمان بالنسبة للمنطقة ولو تلاحظ أنت أنه فشلت كثير من الدول الغربية في أنها توصل لمواقع الإرهاب وفشلت في أنها توقف العمليات اللي هي المستهدفة في حين أن المملكة دائما كانت هي السباقة وتعلن قبل تنفيذ فيه بفترات قصيرة جدا دليل على الثقة ودليل على اللي هي القوى الاستخباراتية التي تمتلكها الآن لكن نحن حينما نتحدث عن ما يدور الآن نعم يعني نحتاج أن نحن نشير إلى شيئين الأول هو اللي هي المقاومة الداخلية للإرهاب والثاني هو تأليم العالم المحيط بنا وأنه هو يتضرر من الإرهاب في بعض الأحيان أكثر مننا إلى أن يقوم بدوره كمان يعني مثلا الآن نحن نتحدث عن ثقتنا في أجهزة أمننا نعم ويعني سعادتنا نحن في عملية الكشف عن العمليات قبل أن تتب لكن برضو هذا لا يكفي على الدول الغربية بالذات وأمريكا أن تبدأ بالفعل في التنسيق تنسيق بدرجة عالية جدا بين استخباراتها وبين استخباراتنا نعم بين ما تمتلك من معلومات وبين ما نمتلك نحن من معلومات ولا يقوز أبدا يعني اللي هو النظر باستهتار لهذه الظاهرة الخطيرة فرصة كبيرة جدا الآن للغرب أنه يمد إيده يعني بدون حذر وبدون تردد وبدون فلسفات فلسفات اللي هي حقوق الإنسان والكلام هذا حقوق الإنسان لما تتدمر هذه المؤسسات على ريوسكم أنتو في الغرب هناك تجي تقول لي حقوق الإنسان يعني هذه الأشياء هذه نحن يجب أن نركز عليها الآن في إعلامنا ووساستنا كمان جميل دكتور بارك عشر ضيفنا من الإمارات إلى جزئة مهمة عندما نبه الغرب وخصوصاً أمريكا بخطر الإرهاب نحن الوقت بأن نقف بحزم وعزم تجاه الإرهاب وتمويل الإرهاب خصوصاً وأن يعني الرياض استضافت قمة أمريكية إسلامية هدفها أساساً في محاربة الإرهاب وقطعة التمويل عنه المملكة يقف لها العالم احتراماً لموقفها من الإرهاب فأول دولة رعت مقاومة ومكافحة الإرهاب هي المملكة العربية السعودية عندما دعت إلى إنشاء مركز المقافحة الإرهاب مركز دولي نعم ثم بعد ذلك تبرعت بمئة مليون دولار إلى دعم هذا المركز ثم بعد ذلك دعت إلى إنشاؤه في دولة من الدول الأوروبية ودعمته بمئة مليون أخرى بالإضافة إلى أنها تبنت الدعوة العالمية التي جمعت فيها دول العالم الإسلامي والرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأنشأت مركز الاعتدال الذي يكشف عن اتجاه الجماعات الإرهابية في السوشال ميديا أو في الإعلام الجديد ممتع فأحب الحقيقة أن أعلق على نقطة ذكرها الدكتور نايف هي موضوع اتجاهات الناس في الوسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي مدخل من مداخل الشر والإرهاب الذي فيه يختبئ المروجون لشاعات والداعون إلى العمليات المناهضة للدولة وللحكومة ولكن تسليم الناس واللحمة الوطنية التي تؤمن مثل ما ذكر أخي نايف بأن الدولة لا يوجد فرق بين المواطن وبين الحكومة بمعنى أنها تقف خلف رجل الأول تقف خلف خلف الملك والحكومة وبتسليم بأن ما تسعى إليه الحكومة هو مصلحة الوطن والمواطن أولا صحيح ولذلك نقول بأن هذا التسليم ليس مرد إلى بعدهم عن عملية الانسياق خلف هذه الجماعات لأنه فيه منهم نسب ساقوي خلف هذه الجماعات نعم ولكن بفضل الله الأغالبية كلها تقف خلف الحكومة وخلف المملكة العربية السعودية وخلف الأسرة الحاكمة ممثلة بالملك وسمو ولي العاد وإحساس المواطن بأهمية الأمن إذا سلب الأمن وفقد الأمن أهمية المواطنة وأهمية الأمن لا شك بأنها تقف في المقام الأول بالإضافة إلى أن تعلمنا مما صار على الدول الأخرى فإحنا الحقيقة حديقة في وسط حرائق تعلمنا بأهمية الأمن ننظر إلى العراق وننظر إلى سوريا وننظر إلى الدول المجاورة وهي لا شك بأنها زادتنا التحاما وزادتنا ثقة في حكومتنا ودفاعا عن وطننا ورغبة في الدفاع عن الوطن والحقيقة أن الدفاع عن الوطن يشمل الأمن ويشمل الدفاع ويشمل التعاون في محاربة الجريمة ومحاربة المجرمين في نقطة الخلية الاستخبارية التي يقبض عليها ذكر أخي نايف بأن هذه تعتبر أو تعتبر خلية غريبة جدا وهي ليست جمع معلومات فقط وإنما هي محركة للغوغاء محركة إلى عملية نبذ الولاء محركة إلى عملية التأليب والخروج على ولي الأمر بالإضافة إلى أن للأسف الشديد نقرأ ونسمع بأنه تم القبض على مجموعة من الدعاء وهؤلاء الدعاء من المشاهير يتبعهم ملايين من التابعين له والحقيقة كانوا يعني يدافعون عنهم ويدافعون عن وجهة نظرهم ولكن تثبت أو يثبت هذا الإعلان الذي بادرت به أمن الدولة بأن الدولة لها يعني برامجها التي تمشي وتمشي عليها وبالإضافة إلى أنها تمتلك معلومات وأن هؤلاء الأشخاص لا شك بأنهم كانوا يسعون خلف من يعادي الوطن نحن نعرف الآن أعداؤنا واضحون للأسف الشديد قطر الآن بدأت تأتي في رأس السهم لتنفيذ أجندة الملالي وبالإضافة إلى أنها ممكن تلتقي قد لا تكون منفذة ولكنها قد تلتقي مع الملالي في سياسة محاولة تفتيت الدولة والقضاء على الشعب السعود والدولة ستضرب بيد من حديد والحمد لله إلا الأمن دكتور نايفي ما تعلق بالبيانة الذي صدر عن رئاسة من الدولة هو ليس إنجاز بل إنجازات المكان استراحة في طرف من أطراف الرياض بعيد عن الأنظار صحي الكشف عملية تزوير متعلقة بالأسماء يعني هناك أكثر من منجز أمني داخل هذا البيان إذا آمن الإنسان بقضيته وآمن بأنه يقوم بأمر عادل وأمر مشرف صحي فإنه بالتأكيد سيتفانى في خدمته نعم أنت لاحظت ما تم في موسم الحج يتسابق الأطفال والشيوخ يتسابق الفقراء والأمراء يتسابق المواطن والملك لخدمة هؤلاء الحجاج لماذا؟ لأنه هدف نبيل وسامي وغرض غاية الغايات هو أن تخدم بيت الله وتخدم عقيدة الله وتتوجه لله سبحانه وتعالى بعباده خالصة نقية تقية وعندما نقول أن هذه العمليات أو هذه الإنجازات بالتالي أنها ليست يعني ليست من دافع أو محبة كسب ذاتي أو كسب مالي أو الحصول على ترقيات وإنما قد يفقد هذا الضابط وهذا الفرد قد يفقد حياته وواجهنا الجنود السعوديين في حالات الاقتحام لم نجد وأحد أي فرد من هؤلاء الأفراد أو الضباط أصيب بظهره بل كل إصاباتهم في الوجه لأنهم كل أسود لا يمكن أن يولون الأدبار بإذن الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه المنجزات الرائعة تدل على أن هناك كفاءة هناك إخلاص لله سبحانه وتعالى ثم لولي الأمر ثم للوطن هناك إدراك لحجم الحرب هناك تحفز دائم لكي لا ينفذ العدو من ثغرة من أحد القطاعات العسكرية الكل يتسابق ليفوز برضى الله سبحانه وتعالى ثم ولي الأمر ثم المواطن السعودي ولذلك نجد أن هذه الإنجازات كلها مشرفة وأعطيك مثال بسيط على هذه الإنجازات هذه الإنجازات أتت من إعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الذي شاهد الاستعراض قوات أمن الحج أمام ولي العهد ومنها جزء من أمن الدولة لاحظ الكفاءة التي يتميز بهذه الجدود غطتها وسائل الإعلام العالمية وقالوا أن هذا شيء لا يصدق وبالتالي نحن لدينا إرادة لدينا كفاءة لدينا رجولة لدينا ولاء لدينا كرامة لدى عند الأفراد العسكريين بعض الأفراد العسكريين باقي الدول يتعرضون للإهانة بينما اعتبر لدينا الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية شرف وعزة ورفعة نعم لأنه دافع عن بلاد الحرامة بالتأكيد ضيفي في المنامة الأستاذ بدر الحمادي كما ذكر الدكتور باركة هنا في الاستوديو بأن قطر يعني وأيضاً إيران تقف مباشرة في الكثير من الأعمال التي تريد الخراب للمجتمع العربي السعودي هذه الأعمال وهذه الانجازات وهذه الاستباقيات من قبل الأجهزة الأمنية في محاربة مثل هذا أليس هذه الأعمال محبطة لقطر والإيران أم أنهم سيستمران في مثل هذه الأعمال تجاه المنمكة العربية السعودية ضيفي في المنامة يبدو أن هناك مشكلة أيضاً مع ضيفي في المنامة وجه سؤالي لك دكتور باركة هذه الجزئية لا شك أليست محبطة لهؤلاء بعدم الاستمرار أم أنها ربما لا شك بأنهم هم لا شك بأنهم كانوا سيفرحون لو تحققت هذه نجحت هذه العمليات التخريبية والقبض على خلية من الخلايا التي يعني استخبارية تخدم الغرض الذي أرسلوا من أجله لا شك بأنه القبض عليها كذلك يعتبر من الغم الذي ينالهم والإحباط الذي سينالهم وهو بالعكس على الجانب الآخر نحن كسعوديين وكدولة نفرح لهذه الإنجازات وهي ستسيئ له بالإضافة إلى أنه يعني عندما نتحدث عن الخلية الاستخباراتية فنحن نتحدث عن اختراق كبير جدا لمهمة كانت من الصعب أن نكتشفها لو لا انكشاف قطر في الأمن الأخير أنا أقول بأنه موقف قطر من الحالي في القضية التي تدور بيننا وبين الدول المكافحة الإرهاب الأربع هي سبب أو عامل من عوامل التي أدت إلى اكتشافه نعم لأنه كثيراً ما كنا نسمع في وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك أشخاص صامتين في ظل وجود يعني ظهور العدو المشترك للأمة السعودية وهي محاولة التفريق ومحاولة الأخونة ومحاولة كذلك الإرهاب زرع الخلايا الإرهابية والتفتيت وتفتيت الوطن وإثارة النعارات الطائفية ولذلك نقول الحمد لله يعني ربما رب ضارة النافعة فنحن نقول بأن الخلية الاستخباراتية القبض عليها وضبط المتلبسين بها وضبط المشاركين بها وستنكشف أمور أخرى نجايا نعم نجاح من النجاحات التي ستقودنا إن شاء الله إلى ما هو أكبر ورب ضارة النافعة مرة أخرى طيب إلى المنامة ضيفي من هناك بدر الحمادي بعد قمة الرياضة جمعت الرئيس الأمريكي بدول العالم الإسلامي وكان عنوانها وموضوعها مكافحة الإرهاب وقطع التمويل عن أكثر من ثلاثة أشهر بعد انعقاد هذه القمة كيف تقيم الجهد الدولي في محاربة الإرهاب بفضل الله عز وجل وهذا المؤتمر وقيادة خادم الحرامين الشريفين لأكثر من خمسة وخمسين دولة عربية وإسلامية نجد أن الكثير من الإرهاب والعمليات الإرهابية وبؤر كما نقول المضطربة قد انكشفت وجوهها وسقطت الأقنعة ورأينا جليلا شاهدا كشمس الظهر في الصيف أن قطر كانت خلف هذه الكثير من العمليات الإرهابية وضد الأمن الدولي والاستقرار الدولي وخاصة العربي فكثير من التنظيمات وجدناها تتقهقر وتعود من جديد إلى الذبول والخسران لأن قطر وضعت في تحت المجهر وتحت الحصار نقول الدولي في مواجهة تمويلها للإرهاب ودعمها للإرهاب فالدول المقاطعة الأربعة الآن أصبحت في صحيح والدليل الأكيد في أن قطر هي المؤولة في مسألة تمويل الإرهاب ورعاية الإرهاب ومحاولة نسف الوطن العربي وخلق دولات وأمراء الحروب في هذه الدول بدل الشرعية التي مؤيدة من الشعوب ها الحالية فنجد أن بعد هذا المؤتمر وتسعين يوم نجد أن الكثير من بؤر المضطربة والإرهاب قد كشف وكثير من هذه الخلايا أصبحت مجففة من الإرهاب وجففت تمويلها المادي حتى كذلك الإعلامي لم يكن كما كان فأعتقد أن الأهداف السامية في محاربة الإرهاب التي أتت بعد القمة التي كان فيها ممثلا لدول العالم الرئيس الأمريكي وللدول العربية والإسلامية خدم الحراب الشرعية أتت بأهداف المرجوة وأتت بأكلها الطيبة أن تقيم أستاذ بدر في أشهر قليلة فبالتالي إن شاء الله أن هناك الكثير من الحسنات ستظهر والثمار ستجنى بعد هذه القمة بإذن الله لعلنا تابعنا والمتابع الكريم انحصار وانكفاء داعش والعراق وسوريا وهذا بفضل الله ثم بفضل جهود ممكة عربية السعودية على وجه الخصوص والجهود الدولية برماتها لم يعد لدي مزيد من الوقت أشكر ضيوفي هنا في الستوديو والدكتور نايف الوقع وأنت رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك خالد العسكرية شكرا لك أشكر موصول كذلك لدكتور بارك الحوشاني عضو الهيئة العلمية ووكيل كلية العلوم الاجتماعية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أيضا شكرا لك والشكر يمتد لكم هناك ضيفي في المنامة الأستاذ بدر الحمادي الخبير الأمني والمحلل السياسي وكان معنا من دبيا الدكتور حسن صبيحي أستاذ الإعلام والاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات شكرا جزيلا لهم جميعا والشكر لكم أنتم متابعين نلتقيكم دائما على خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة